من ضمن اسئلة انا بكاليروس تجارة بس تقدير مقبول هلينفع كامل ماجستير في ايطاليا ارجو راد الحقيقة انا ما عارفش ايطاليا ما عندش خبرة في الدراسة في ايطاليا لكن انا نصيحتي في الدراسة في الخارج لان كنت بسعل ده في الماضي ان الدراسة في الخارج بتنقسم لنوعين اولا الحاجات اللي هي او او انها فيها او فيها او منح بمعنى ان بقى فيها منحة كاملة يعني يدي لحضرتك منحة كاملة او انها تدي منحة جزئية او 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 في هزي الحاجات بتبقى فيها بعض التغليص بمعنى ان قولك لأ لازم انك تجورني جامعة ما عارفش عاملة كزا بتقدير على اقل كبير جدا لانك واخدى منحة وتجبانة اه بيان بالدرجات مترجمة وكل الحاجات دي مترجمة علشان يبطلعوا عليها وتدفعي يعني بتبقى لها لفة كده ده غير طبع مقررات اللغة والى اخره الحاجات التانية اللي هي بالفلوس اللي بتدفعي بالفلوس حدثا بيبقى فيها بعض التساهل وانا اعتقد ان انا كمان عملت كده يعني اكتبوا ام بي ايه اونلاين مسلا هتلاقى لفكرة اه جامعات كبيرة جدا مش عايزوا الاسامي وتلاقى الشروط مرخصة جدا بس هتدفع انت كم هتدفع مبلغ وقدر ممكن يوصل على حشرين الف جنيس ديرليني او كده وده بقى جوهر في عملية التعليم فنصيحتي لو حضرتك هكاملي مجلسير في ايطاليا الطبيعة هيبقى عندهم متطلبات انك يكون نفس المؤهل ولكن لو بالفلوس هيبقى في بعض الشروط الميسر خاصة لو بتدفعي بشكل كامل وده مرة تانية مش اه حاجة قابلة للقياس على كل الحالات لازم تبحسي في الجامعة اللي حضرتك يحب انك تهتم بيها وتتواصل معاهم عشان تتأكد في هذا الموضوع ولكن لو في منحة كاملة او الحاجات دي كلها هتلاحظي انه لقى عادة بيشترطوا تقدير بيشترطوا جامعات معينة بيشترطوا مقارات لغة بيشترطوا معرفش ايه فنضع ده في الاعتبار على فكرة الحاجات تانية بفلوس ممكن يشترطوا كمان مقارات لغة تجيب الايلتس معرفش على الاقل كزا او التوفل تجيب تشاهدك كزا فنضع ده في الاعتبار وربنا وفقكوا يكتبوا كل خير بازن الله